بين 2008 و 2009 شركة انتل كانت شغالة على مشروع اسمه لارابي وهو مشروع لإنتاج وحدات الجرافيكس او الجي بيو زي شركة انفيديا وكان متوقع انه هينقل شركة انتل لمكانة تانية خالص لكنه في نهاية 2009 وفاجأة وقدمه كادت شركة انتل قرار ضمن سلسلة قرارات متهورة واللي هكلمك عنها في الحلقة دي وتسببت او كادت تتسبب في انهيارها دلوقتي القرار ده كانت طرد الرجل اللي انت شايفه قدامك ده بات كليسنجر وما هي الا شهور قليلة وفاجأة اعلنت شركة انتل عن تخليها عن مشروع لارابي انتل اللي بقتت عن السوق لمدة تزيد عن 14 سنة استغلت فيهم شركة انفيديا الفراغ الكبير ده والنهارده بقت في مركز متقدم جدا وقدمت شرائح اكتسحت بها قطاع دكال اصطناعي تماما وبقت قامتها السوقية النهارده اكتر من 3000 مليار دولار في الوقت اللي قيمت اسهم شركة انتل بالعافية 100 مليار دولار ده كان ببساطة خطأ من سلسلة كبيرة جدا من الاخطاء اللي وقعت فيها انتل وبتدفع تماماها النهارده لكن انتل مؤخرا اعترفت بخطاقها وقررت تغير مسارك والخطوة الاولى عادتكون عند بات كليسنجر اللي حاولت بكل الطرق بعد 12 سنة انها ترجعه للشركة تاني لدرجة اني قدرت انتل قربت تترجعه عشان بس يرجع قدام اي مقابل واي صلاحيات هو يطلبه بس عشان يقدر يرجع انتل تاني لسابق عده وهنا بقى نجي للأسئلة المهمة مين هو بات كليسنجر؟ وايه هميته اللي تخليهم يتحايلوا علم الشكل ده؟ ومادام هو مهم قوي كده؟ ليه ما شوف 2009؟ وايه اللي وصل انتل اصلا لحالة التظاهر دي؟ وليش هيفين ان كليسنجر احسن واحد ممكن يدير الشركة دلوقتي؟ وانه يعمل ايه عشان ينتشي الانتل من الانهيار اللي بتعيشه السنين الاخيرة؟ وهيعمل ايه في نزيف الخسائر اللي عملت وجاهها انتل من كل اتجاه؟ والسؤال الاهم تفتكر فعلا محاولاته دي هتنجح ولا لأ؟ ده جزء من اسئلة كتير هنجاب عنها النهاردة فهتأكد انك تتابع للاخر ومن الجار التأخير خلينا نبدأ على طول انا احمد طاها وانت بتسمع الخلاصة في اواتر 2009 قبل ما شركة انتل تماشي بات جليسنجر اللي كان نسك منصب كبير التقنيين واللي كان قرار مش بس مفاجئ ده كمان كان صادم حتى على بات جليسنجر نفسه خصوصا ان اي حد بيقرأ عنه او عن انجازاته مع شركة انتل كان مستحيل يصدق ان الراجل اللي قضى في الشركة 30 سنة كاملة من امره اتربى فيهم على ايد اساطيره وعملكة التكنولوجيا فادي السيليكون طب مين اصلا بات جليسنجر؟ وازاي بدأ اصلا في انتل؟ وليه اضطرد؟ خلينا احكيه لك يوم خمسة مارس سنة واحدة وستين اتولد بات جليسنجر في واحدة من مدن بانسلفينيا من اسر الريفية بسيطة ولما اصل 18 سنة كان في الوقت ده شركة انتل بتدور على مواهب جديدة تشغال عندها وسنة 79 كان واحد من مسؤولين شركة انتل بيعمل مقابلات مع الشباب واللي كان منهم جليسنجر اللي عمل المقابلة وفي اخر اليهم عرف انه تقامل بشكل مبدئي وكان لازم يروح كاليفورنيا عشان يعمل المقابلة النهائية وفي المقابلة الاولى كان التقييم اللي اتكتب عنه النوزاكي وطموح متغطرس وانه هيكون مناسب جدا مع شركة انتل سنتها اتعاين كفن مراقبة جودة وقدر يكمل دراسته لحد ما اخذ البكالوريوس وقدم كمان عن ماجستير الهندسة القربائية في جامعة ستانفورد وخلال كم سنة ميسيك واحد من اهم اقسام الشركة وهو تصميم الشرائح عشان سنة 82 يكون واحد من الفريق اللي قدم معالج 86 لمعالج الرائد وقته لكن كل ده كان ممكن ينتهي لان سنة 85 في اجتماع مهم جدا في الشركة وجه الجليسنجر انتقادات لقبار مسؤولين الشركة في بعض الامور الفنية اللي بتعطر عملية انتاج الشرائح انت واخد بالك هو كان بيوجه انتقاده المين؟ لروبرت نويس وجوردن مور واندي جروف عتاولت الشغلان في الوقت ده لكنه بعد ايام جاله هو في مكتبه مكالمة تليفون مين اللي بيكلمه؟ اندي جروف شخصيا لما تعرفش ده مين فحب اقولك انه اندي جروف واحد من اهم واشهر التنفيذين في هذه السيليكون طبعا متوقع انه في مشكلة اندي جروف قال له انه اعجب جدا بيه وكلامه في الاجتماع وبدأ يسأله شوية اسئلة زي انت بتقرأ الايه والمين وبتدرس ايه دلوقتي وعايز تبقى فين بعد كده؟ طبعا جليسنجر الدماغه وقفته وتردد وما كانش عارف يقول اي حاجة ولا عارف يرد فاندي جروف قال له حضر اجابات افضل وتعليل المكتب بعد اسبوع ومن اللحظة دي بدأت علاقة استمرت بين الاثنين لخمسة وتلاتين سنة طب ليه بيحكي لك الموقف ده؟ ببساطة عشان اقول لك ليه الكل دلوقتي شايف ان باد جليسنجر هو افضل شخص ممكن يرجع لشركة انتل ام جادة فكرة انه تربع لقدين واحد من افضل العقول في ودي السيليكون داد له افضلية كبيرة جدا عن جيره المهم ان اندي جروف عين جليسنجر قائد لفريق التصميم للمعالج 80486 وفعلا نظرته ما خيبتش لانه فعلا نجح وطلع بالمعالج لكان منتج مهم جدا ساهم في ظهور عصر الالعاب الكمبيوتر الشخصي في اول التسعينات ومش بس كده ده كمان خد ثمن براءة اختراع وكتب كتابه الاول في التكنولوجيا وكان الاكتر مبيع عن سنة 88 جير اشرافه على تطوير اكتر من تقنية زي اليو اس بي والواي فاي ومعالجات انتل كور وغيرها وسنة 92 بقى اصغر نائب لرئيس مجموعة انتل في سن معداش 32 سنة وفي 2001 اخد منصب كبير مسئولية تكنولوجيا في انتل لكن الهدف اللي كان هو فعلا عايز يحققه هو ان عايز يبقى الرئيسي التنفيذ لشركة انتل وفعلا سنة 2004 تقاد اندي جروف وكل الناس توقعت ان جليسنجر هو اللي هيحل محله لكن وبدل من تعيين جليسنجر تم تعيين واحد تاني اسمه بول اتليني وده عمله صدمة كبيرة جدا وبالرغم من عدم انسجانه مع بول اتليني ولا افكاره كنه اصلا جاي من فرير المبيعات وملوش تقريبا اي خلفية عن الهندسة او التقنية لكنه قرر يكمل لحد سنة 2009 في الوقت ده بقى فاض بيه وقرر يسيب انتل لدرجة زهور اشاعات قالت ان بول اتليني نفسه هو اللي ضغط عليه عشان يسيب الشركة وانه كان هيتم استبعاد جليسنجر من مصيبه الحالي كده كده المهم في كل ده انه استقال او اجبر على الاستقالة والرغم من حزنه الا انه قرر يبدأ رحلة جديدة وبقى مدير العمليات في شركة اسمها EMC مصنع لمعدات تخزين البيانات وبعد ثلاث سنين اتعين رئيس تنفيذي لشركة VMware اللي كانت مستحوزة عليها شركة EMC وفضل مدير التنفيذي تقريبا ثمان سنين قدر يحقق معاهم النجاحات خرفية ضعف الاراضات ثلاث اضعاف في السنين القادة وفي نفس الوقت ده كانت شركة انتل عملة تتقلص سنة ورات تانية بسبب مجموعة اخطاء كاريسية اتسببت في تراجع الشركة لشكلها الحالي دلوقتي يعني منها ويمكن اهمها رفضوهم دخولهم العالم الهواتف الزكية في 2005 لما رحلهم ستيف جوبس بنفسه عشان يرد عليهم تصنيع شرايح تنفع لكمبيوتر زاكي وشخصي صغير ولتعرض بعد كده بالايفون لكنهم رفضوا لانهم ما كانوش شايفين المستقبل هيكون للهواتف الزكية لكن زي ما انت عارف دلوقتي العكس تماما هو اللي حصل وفي 2018 شركة انتل ضيعت على نفسها واحدة من اهم الفرص في تاريخها وهي استثمار مليار دولار في شركة اوبين اي 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 وتاخد حصة بنسبة 15% لكنهم رفضوا لانهم كانوا شايفين انه لسه بدري قوي على ظهور نمازج فعالة من الذكاء الاصطناعي عارف لو كانوا استثماروا المليار دولار وقتها كانوا هيبقوا دلوقتي كم؟ بتتكلم حوالي 20-25 مليار دولار سلسلة من القرارات الكارسية صديقه يتصل لحد الفوضى كأنهم كانوا حالفين ان الشركة دي ما تاخدش اي قرار صح الكلام ده فضل مستمر لحد سنة 2018 لما قرروا يدوروا على شخص ينقص سفينة انتل قبل ما تفلس تماما لازم يبقى فيه بطل يجي او من الشركة من تاني ومن افضل من بات جليسنجر وفعلا كانت فيه اخبار انهم تواصلوا معاه وعرضوا عليه منصب كبير لكنه مش منصب الرئيس التنفيذي وطبعا ده كان مرفوض تماما بالنسبة لجليسنجر وفضل وضع كده لحد اواخر 2020 لما اطلب رسميا من جليسنجر العودة لشركة انتل في منصب الرئيس التنفيذي للشركة بكل الصلاحيات الممكنة وفي 8 يناير 2021 يتعين بات جليسنجر رئيس تنفيذ شركة انتل من الكلام زوم ميتنج ورغم فرحيته بتحقيق حلمه الا انه لقى شركة غرقانة مشاكل وتحديات اهمها انه لازم تحاول ترجع تاني ريادتها في تصنيع الشرايح بقدرات اكبر او تساوي TSMC وسامسونج بعد تراجع اكتر من 15 سنة كاملين بعد فوضى تم في الادارة وعمليات التخزيز القرارات الغلط جر كمان الالات القديمة اللي كانت عندهم وكان عمرهم هيقدروا يبتدوا ينفسوا الا لما يبقى عندهم احدث مكينات تصنيع الشرايح واللي هي مش متاحة جرى عند شركة واحدة بس في العالم الا وهي شركة ASML الهولندية وفعلا طلق على الشركة واختار قالت الطباعة الحجرية احدث الالات الطباعة الحجرية في العالم احدث حتى من اللي موجودة جوا TSMC وسامسونج ومشتراش واحدة لأ اشترى ست الالات عشان تبقى نظريا انتل سابق الكل واخلال السنتين تلاته الجايين هتبدأ تنتج ويتبيع رقائك 2 نانوميتر وده قال من الشرايح اللي شغال بها TSMC وسامسونج حالية كنت تكلمتك عن الموضوع ده في الحلقة اللي فاتت باسم المشروع يغير مستقبل اليابان هتلاقي ان اعيلك فيها كل تفاصيل المكالمة السرية بين انتل والحكومة اليابانية وخطتهم للسيطرة تانية على الصناعة دي وهتلاقي لينك الحلقة سيبهولك تحت مع المصادر اكيد دلوقتي بتسأل طب ما ممكن شركة TSMC او سامسونج لو لو الالات اللي عندهم في احدث منها ممكن بوسطة يروحوا الASML اللي الهولندية عشان ياخدوا منها الالات الجديدة حاجة كده يعني بالعقل لكن اللي انت ما تعرفوش هنا ان فيه مشكلتين مهمين مش مشكلة واحدة الاولى ان الالات دي مش سهلة عليها يا اسميل انها تنتجها بسرعة هي ما تنتجش غير من خمس لست الالات في السنة الواحدة يعني اعتبر شركة انتل خدت انتاج سنة كاملة من الشركة فعلا وركبت فعلا اول الالة من كم شهر واي شركة تانية لو حبت تشتري نفس الالة دي فمش هتستلمها قبل النص التاني من 2025 بفارق عام كامل من اي منافس تاني جير انها ناوية على 2028 تنتج شريحة الفورتين ايه او الواحد واربعة من عشر نانو متر المشكلة التانية والاهم وهي السعر تعرف سعر الالة الواحدة كامل سعرها 38 مليون دولار وده تقريبا مضيع في سعر اعلات الاي و في الموجودة دلوقتي عند تي اس ام سي و سامسونج والتي تمانها لمعديش 185 مليون دولار واصلا ان الالات اللي عندهم دلوقتي يقدروا ينتجوا الجيل الجديد من الشرايحة بتقنية اثنين نانو متر يعني من الاخر الالات دي مش مهمة قوي عندوه لكن تفرق جدا مع انتل هي اصلا مع اندهاش لان تقنياتها حاليا اقدم من شركة تي اس ام سي و سامسونج هي مخاطرة كبيرة قدام انتل يا اما تكسب الكم سنة الجايين يا اما شكرا كده والشركة هتنته نرجع تاني لجليس هنجر اللي ممكن يكون حط هدف ورؤية لكن تفضل مشكلة الفلوس اللي محتاجها للصرف على الالات والمصانع الجديدة دي وخطوط الانتاج هتفضل قدامه عقق كبير واللي مش هتيجي لجرب استثمارات كبيرة مش متاح حلال لانتل وهنا بتظهر عبقرية بات جليسنجر للمرة التانية لما قرر يوقف نزيف الخسائر فالاقسام والقطاعات اللي بتكسر قرر يتخلص منه فخد قرارات جريئة زي واقف قطاع درونز خطوط انتاج دا كريت أوبتين اجهزة الاستشعار منتجات انتل سبورتس غير كمان واقف توزيع الارباح على المساهمين ووقف عمليات اعادة شرل اسو كمان هيسرح 17000 موظف غير الموظفين اللي تم تسريحهم قبل كده وهيوقف خطط برون المصانع الجديدة وبيتمنى انه بعد كل الخطوات دي هيتوفر له 10 مليار دولار على الأقل بعد كده كمان خلى مصانع او مسابق انتل تبقى متاحة للشركات المصممة التانية للرقائق بعد ما كان مكتفين بس بتصميم وتصنيع الرقائق بتاعته وكان قبل كده لازم اي حد يصنع عندهم لازم المخاططات تبقى مع انتل وده عكس لعملته تي اس ام سي وكان سبب من اسباب نجاح وده اللي قلته لك برضه في حلقة شريحة وقفة العالم لو فاكر لكن برضه لقوا انه هم لسه محتاجين فلوس وفي استثمارات اكتر من كده بكتير وهنا الظروف بتيجي في صف جليسنجر فبسبب السباب التكنولوجي المعروف بين الصين وامريكا وازدياد القلق من طموحات الصين في غزو تايوان اللي فيها شركة تي اس ام سي اللي بتمد العالم باكتر من 90% الشريحة المتقدمة فاي قلقه يحصل هناك هيأثر على الشركة دي ومعها سلازل التوريد والامداد لمنتجات كتيرة جدا حول العالم واللي اخطارها المنتجات العسكرية والدفاعية كل ده بيكال شركة انتل مهمة جدا جدا لامريكا اكبر ثلاث شركات عملاقة في المجال واللي بتسيطر تقريبا على السوق كله بقدراتها التصناعية العالية وبكميات كبيرة هم تي اس ام سي وسامسونج وانتل الاثنين اللي موجودين في الاول في مناطق عليهم صراعات وده اللي استغلوا جليسنجر لصالحه وهدأ يسعى الجذب بانتباه المستثمرين والمسؤولين الحكوميين في امريكا واوروبا عرفهم مدى خطورة انهيار سلسلة التوريد والامداد وانه لازم يتم توطين الصناعة المهمة دي جوا امريكا لدرجة انه كان من اكبر مدافعين لتمرير مشروع قانون بايمة اتنين وخمسين مليار دولار واللي هتدعم بهم امريكا الشركات والمستثمرين في قطاع اجبال موصلات وطبعا الناسيب الاكبر من الفاق هيروح لشركة انتل اللي تقريبا هتقدم لها منح بايمة تسعتاشر ونص مليار دولار لدعم تصنيع اجبال موصلات في امريكا يعني باختصار باد جليسنجر اعاد ترتيب البيت الداخلي اتخلص من العباء الجرى الضرورية بدأ خطة طموحة ومكلفة ومخاطرها كبيرة عشان يرجع شركة انتل الوضعها السابق في صدارة الصناعة دي استراتيجية يا ام هتنق الشركة انتل سابع سمة وهتخليها عملاق هيسيطر على السوق كله يا ام هتنزله سبع ارض وهتبقى دي الضربة القاضية في نهاية الحلقة هكليلنا اسألك الاسئلة المهمة دي وهستانى اشوف اجابتك عليها في التعليقات تفتكر القطة الطموحة الباد جليسنجر دي هتنجح فعلا في انقاذ الشركة وهل تحب نخصص حلقة لتكلم بالتفصيل عن الأخطاء الكارسية اللي تسببت في واضح شركة انتل دلوقتي القصة دي كمان متفكراش هو عقرق تاني حصل معه نفس اللي حصل مع جليسنجر فهل يا طرق خمينت مين الشخص ده ولا هتنطل القصة بنفس النجاح ولا القدر هيكون مخبيلهم وفاجأة تانية استنى اجابتك في التعليقات ولو عجبتك الحلقة وحابب تشوفنا تاني اشترك في القناة وفعل الجرس واتمنى ان تساعدنا بنشر الحلقة دي على قد ما تقدر عشان ده بيشجعنا نعمل حلقات اكتر واكتر في المحتوى ده هستناك ونتقبل الحلقة الجائزة شوفكم بخير